التقى رئيس مجلس الأمة مرزوك عن الغانم في مدينة لهاي الهولندية اليوم. رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أراكانغ تاوا ديرا. وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العالمي لثقافة السلام. بحث اللقاء وعلاقات التعاون القائمة بين الكويت وأفريقيا الوسطى. وصبل النهوض بها إلى أفاق أرحب وأوسع بما يصبه في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما التقى رئيس مجلس الأمة رئيس جمهورية مالطة الدكتور جورج فيلا. وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العالمي لثقافة السلام. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الصدقة بين الكويت ومالطة. وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات والأصعدة.